مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثاني الدرس الأول أنوان الدرس حافظ على لياقتك قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب فيجي الفيسبوك والأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس اليونت 2 لسنوان اليونت الثاني الدرس الأول أنوان الدرس keep fit حافظ على لياقتك بالبداية شي يقول لي يقول لي read the article اقرأ هذا المقال what is each paragraph about ماذا يتحدث كل مقطع نصي من المقاطع النصية اللي منطينيها بهذا المقال طبعا نبين من أنوان الدرس انه رح ينطينا مجموعة من الـ advice advice النصيحة أو النصائح مجموعة من النصائح عن الرياضة أو عن كيف تكون شخص ذو لياقة فبالبداية يقول لي take my advice خد بنصيحتي قبل ما أبدأ بقراءة النص ملاحظة بعض الأساتذة يعتبرون هذا المقطع النصي أو هذه القطعة كقطعة مطلوبة بالامتحان التحريري فإحنا رح نقرأ القطعة نوضح مفرداتها وراها نجاوب على الأسئلة اللي ممكن تجينا بالامتحان إذا طلبها من عندي الأستاذ وبعض الأساتذة يعتبرها فقط كنشاط للقراءة فأنت يروح اسأل الأستاذ مالتك إذا طلبها من عندك مقطع للقراءة أو إذا طلبها من عندك قطعة مطلوبة بالامتحان التحريري وعلى أساسها رح تعرف أنه رح تحفظ أسئلتها اللي رح نعرضها لو ما رح تحفظها يقول لي fitness is very important اللياقة البدنية جدا مهمة unfit people cannot enjoy life الناس الذين لا يملكون لياقة هسا الفيت بس انتبهوا إيايا fit people الناس دول اللياقة اللي أدهم لياقة unfit people هم الناس اللي ما عندهم لياقة البدينين بعض الشيء الكسولين فيقول لك unfit people الناس الذين لا يملكون لياقة cannot enjoy life لا يمكنهم أو لا يستطيعون الاستمتاع بالحياة they get tired very quickly يتعبون بسرعة كبيرة يعني مجرد أن يمشوا لهم شوية رح يتعبون so they cannot play games وكذلك أكيد ما رح يقدرون يلعبون أي ألعاب they cannot run لا يستطيعون الركض in fact بالحقيقة they cannot even walk بعضهم حتى لا يستطيع المشي without getting tired بدون أن يتعب يعني هنانا الفكرة أنه الناس ذوي اللياقة يقدر يركض يقدر يمشي يقدر يمارس الرياضات أما unfit people الناس اللي ما عندهم لياقة ما يقدرون يمشون ما يقدرون يلعبون ألعاب ما يقدرون يستمتعون بحياتهم لأن قبل رح يتعبون getting tired يتعبون بسرعة and out of breath out of breath معناها يخلص نفسهم بسرعة so if you want to enjoy life لذلك إذا أردت أن تستمتع بحياتك you should get fit and keep fit عليك أن هنا نركزولي على هذه العبارة you should معناها عليك أن هذه العبارة رح تجر جواها خط لأن مهمة بعد قليل رح تفيد موضوع اسمه موضوع عطاء النصائة you should معناها عليك أن أنا إذا أريد أن تنصيحة لشخص معين أقول له مثلا you should get fit عليك أن تصبح ذوي اللياقة أو تكون ذوي اللياقة شوفنا أنا إذا أعنطيك نصيحة هو إذا ينطيك نصيحة لذلك إحنا ببداية الدرس قلنا take my advice معناها أخذ بنصيحتي النصيحة الأولى يقول لك you should get fit عليك أن تكون ذوي اللياقة and keep fit وتحافظ على هذه اللياقة هذه اللياقة يأتي بعدها فعل مجرد بعد قليل رح نوضح إن شاء الله بشكل مفصل موضوع عطاء النصائح how can you get fit زين هنا أنا يسأل يقول لي زين أنت شلون تقدر يصير ذوي اللياقة you should take exercise نعم نفس الشي نصحك نصيحة ثانية you should عليك أن زادا فعل مجرد take exercise عليك أن تأخذ تمارين رياضية regularly بشكل منتظم games like football basketball netball الإلعاب مثل كرة القدم كرة السلة كرة الشبكة give you plenty of exercise هذه الإلعاب هذه الرياضات اللي هي كرة القدم كرة السلة تعطيك تمارين واسعة because you have to run all the time ليش؟ لأن أنت رح تكون مجبر لما تلعب مثلا كرة القدم رح تكون مجبر أنه تركض طوال الوقت أو تلعب كذلك باسكتبول رح تكون مجبور أنه تركض طوال الوقت الركض هو أحد التمارين الرياضية اللي تساعد على أن تكون ذوي اللياقة swimming and cycling are also very good السباحة وسياقة الدراجة الهوائية كذلك تعتبر جيد جدا are also very good forms of exercise كذلك أشكال جيدة جدا من التمارين إذن من الممكن أنه أنا مجرد أنه أروح للسباحة أحافظ على لياقتي أو أطلع بالدراجة الهوائية وحافظ على لياقتي وهكذا if you don't like any of these يقول لك إذا أنت متحب ولا وحدة من ذن اللي ذكرناهن you can just go walking فقط يمكنك أن تتمشى you should walk quickly لكن يجب عليك أو عليك أن تتمشى بسرعة for about 20 minutes لعلى الأقل 20 دقيقة لذلك يعني مثلا أنا ما أحب الرياضة أو ما أحب ذن الرياضات كلهن اللي ذكرتوهن لازم على من تحافظ على لياقتك لازم تمشي شوية ماشي سريع كل يومية لمدة 20 دقيقة تعتبر من الرياضات walking slowly will not make you fit أي يقول لك أما المشي ببطء لن يجعل لك لياقة and walking to your bedroom والمشي لغرفة النوم الخاصة بك will not either كذلك ما رح يخليك تكون ذو لياقة some people think that taking exercise بعض الناس تعتقد بأن أخذ التمارين الرياضية is boring but it doesn't have to be لكنه ليس كذلك if you take exercise إذا أخذت تمارين الرياضية with your friends مع أصدقائك you will have fun سوف تستمتع هذا ما يخص المقطع النصي غريته مثل ما طلبه من عندي من الممكن الأستاذ يختار مجموعة من الطلاب داخل الصف يقروه حاول أيدي المقطع أكثر من مرة على متعرف الكلمات الغريبة اللي ما تعرف تقراهن وراها ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بي طبعا مثل ما وضحنا قبل دقائق من الممكن الأستاذ يطلب هذه القطعة كقطعة مطلبة بالامتحان التحريري وبعض الأساتذة يعتبر فقط كنشاط للقراءة الآن نجي إذا طلبها من عندي الأستاذ كقطعة مطلبة بالامتحان التحريري شن اللي أسئلة مالتها أو شن الأجوبة اللي أنا رح أجاوبها بيها يقول لي read the article اقرأ المقال اللي قرأناها قبل دقيقة and answer the questions وأجب على الأسئلة التالية Why is it important to be fit يقول لك why لماذا important من المهم to be fit أن نكون ذوي لياقة ليش إحنا المفروض أو ليش من المهم أن نكون ذوي لياقة إحنا ذكرنا بالمقطع النصي أن الناس ذوي اللياقة يستمتعون بحياتهم يقدرون يمشون يماشون الرياضة يلعبون كرة القدم أما الناس اللي ما عدهم لياقة ما رح يقدرون يستمتعون لذلك الجواب المناسب أقول لك enjoy life لكي نستمتع بالحياة ليش مهم أنه نكون ذوي لياقة لكي نستمتع بالحياة unfit people cannot enjoy life الناس اللي ما عدهم لياقة ما يقدرون يستمتعون بالحياة Why can unfit people not run or walk easily أنا كذلك أقول لي لماذا لماذا الناس الذين لا يملكون لياقة لا يستطيعون المشي بسهولة أو الركض بسهولة ذكرنا بالمقطع النصي أن الناس اللي ما عدهم لياقة يتعبون بسرعة ونفسهم ينقطع أو نفسهم يخلص بسرعة فأقول له الجواب المناسب أقول له because they get tired very quickly لأنهم يتعبون بسرعة and out of breath ونفسهم يخلص بسرعة Why is exercise good for you لماذا التمارين مهم لك ذكرنا بالمقطع النصي أن التمارين أولا رح أسويني ذو لياقة شخص ذو لياقة وكذلك رح تخلينا أستمتع فأقول You will have fun سوف تستمتع and get fit وتكون ذو لياقة What kind of exercise can you find in paragraph 2 يقولك ما نوع التمارين التي وجدتها في المقطع النصي الثاني ركزوا يا طلاب نرجع للمقطع النصي الثاني نشوف شنو التمارين الرياضي اللي مذكورة به فتبول الباسكتبول النتبول الى آخره إذا أقول له أو أذكر له الرياضات اللي انذكرت بالمقطع النصي الثاني فتبول باسكتبول نتبول سويمينج سايكلينج الووكينج الى آخره يقول لك أنا منطيق كلمة هاي الكلمة ضدتك كلمة مشابهة إلها بالمقطع النصي الخاص بالرياضة شنو الكلمة اللي ممكن ترادف هاي الكلمة مثلا أوفن أوفن معناها عادة أو بشكل منتظم شنو الكلمة اللي ذكرت بالمقطع النصي تمطي نفس المعنى كلمة تلك regularly regularly معناها بشكل منتظم able to do things like running القدرة على فعل أشياء مثل الركض وبلايينج جيمز ولعب الألعاب easily بسهولة الشخص اللي يقدر يركض ويلعب الألعاب بسهولة شنسمي ما نسميه فت فت ذو لياقة opposite of fit قل لي زينا عكس فت شنو ذكرناها عكس فت هو الفت لا يملك لياقة kind أنواع شنو الكلمة اللي ذكرناها بالقطع ضد نفس المعنى نفس المعنى كلمة kind أنواع كلمة forms forms معناها أشكال أو أنواع أما النقطة الأخيرة what other forms of exercise do you know يقول لك شنن أنواع الرياضات الأخرى اللي أنت تعرفها غير اللي انذكرت بالقطع أقدر أعدد له هاي رياضات مثلا نقول لها running gym إلى آخرين فإننا نذكر الرياضات اللي ما انذكرت بالقطع وأنا أقدر أذكرها من خلال حياتنا اليومية هذا ما يخص تمري رقم واحد مثل ما وضحنا من الممكن يطلب الأستاذ كقطع مطلب بالامتحان التحريري هاي إذا طلب من عندك هاي الأسئلة أمامكم والأجوبة حاولوا تحفظوها إذا طلبها من عندكم الأستاذ ننتقل إلى الفقرة الثانية من كتاب الطالب يقول لي give advice to the people who are unfit شوف هنا أنا شي يقول لي يقول لي اعطي نصيحة للناس الذين لا يملكون لياقة شوف شي يقول لي يقول لي لازم تبدي النصيحة بيوشد طلاب هنا راح ننتقل لموضوع اعطاء النصائح على ما نقدر نرجع ننطي نصيحة مناسبة لهؤلاء الأشخاص بالبداية شن هو موضوع اعطاء النصائح يقول لي نستخدم العبارات should أو shouldn't should ذكرناها معناها عليك أن shouldn't معناها عليك أن لا هذه العبارات تستخدم لأعطاء نصيحة زين استاذان شوك تخلي should وشوك تخلي shouldn't وتعتمد استخدام أي منها على نوع عبارة النصيحة شون يعني يعني مثلا اذا انا نصحك بشي ايجابي اقول لك you should عليك أن مثلا you should get fit عليك أن تكون ذو لياقة you should drink lots of water عليك أن تشرب الكثير من الماء هذه النصائح ايجابية اما اذا كانت النصيحة وعبارة النصيحة سلبية نستخدم shouldn't كمثال you shouldn't eat lots of sweet عليك أن لا تأكل الكثير من الحلويات لأنها غير صحية انا عبارة النصيحة سلبية استخدم وياها shouldn't وهكذا فاذا كانت العبارة ايجابية ننصح بها نستخدم should يعني معناها عليك أن واذا كانت سلبية نستخدم shouldn't مثل ما وضحنا يعني خلنا نأخذ القاعدة ونأخذ أمثلة كافية عنها شون القاعدة تقول تقول you should أو you shouldn't حسب عبارة النصيحة زادا فعل مجرد زادا من تكمله شون يعني مثلا you should eat عليك أن تأكل healthy food طعام صحي شوفوا نانا بما أن الطعام صحي يعني النصيحة إيجابية نستخدم وياها should عليك أن تأكل نرى اللي eat تأكل هي الفعل المجرد عليك أن تأكل طعام صحي you shouldn't eat junk food عليك أن لا تأكل طعام غير صحي junk food هو الطعام الغير صحي غير صحي يعني سلبي أستخدم وياها shouldn't إذن you زادا should you زادا should زادا فعل مجرد eat you زادا shouldn't زادا فعل مجرد مش هنا حسب القاعدة أك ملاحظة تفيد بالصيغة اللي ممكن تجيني بالامتحان إذا بدأت الجملة اللي جايب ليها بالامتحان بـ never أو don't وطلب عمل نصيحة منها اللي هي الـ advice تحذف هذا الـ don't والـ never تحذف ونضع you shouldn't بدأ لها أما إذا بدأت الجملة بفعل وطلب عمل نصيحة نضع you should ونكمل الجملة ما أفتهم استاشون يعني يعني كمثال الآن نجي نطبق على الصيغة اللي ممكن تجيني بالامتحان قل لي never sleep late لتنام متأخر قل لي بين قوسين شنو advice advice نصيحة شون أنطي نصيحة ركزوا يا يا طلاب الملاحظة اش قالت قالت ذالي قيت never شو تسوي لها تحذفها حذفناها وشن خلي بدالها you shouldn't خليت you shouldn't زائدا التكملة حسب القاعدة أجي أطبق شو تقول you shouldn't عليك أن لا زائدا الفعل مجرد هو أصلا بداية الجملة الفعل مجرد sleep you shouldn't sleep late عليك أن لا تصحى متأخر ليش هنا أنا استخدمت shouldn't لأن الصحه متأخر أو الاستيقاظ متأخر هذا شيء سلبي ما أنصح به فاستخدم shouldn't والدليل الثاني أنه لقيت نفر بالجملة مثال ثاني يقول لي don't play games for too long لا تلعب الألعاب لمدة طويلة الملاحظة شو تقول تقول ذلك get don't تنحذف وتخلي بدالها you shouldn't هذه the you وهذه shouldn't عليك أن لا زائدا الفعل مجرد play هو الفعل مجرد you shouldn't play games عليك أن لا تلعب الألعاب for too long لمدة طويلة مثال ثالث شي يقول لي take some exercise everyday شوف هنا أنا بدأت lab don't ولاب never بدأت فعل رئيسي إذا شاستخدم استخدم should إذا قلنا بدأت الجملة بفعل وطلب عمل نصيحة نستخدم you should فأقول له you should عليك أن زائد الفعل شنو الفعل take some exercise عليك أن تأخذ some exercise every day عليك أن تأخذ بعض التمارين الرياضية كل يوم ليس استخدمت should استاذ لأن أخذ التمارين الرياضية كل يوم نصيحة إيجابية لأستخدموا إياها should drink plenty of water اشرب الماء الكافي بدأت بدرنك بدأت بفعل إذا نخل you should عليك and زائد الفعل المجرد اللي هو شنوه drink عليك أن تشرب lots of water أو plenty of water عليك أن تشرب ماء كافي شوف شرب الماء الكافي نصيحة إيجابية فأستخدموا إياها should وهكذا شوف النانا من الممكن أن يخيرني بأن should و shouldn't استاذ النانا على شنو اعتمد مثل ما وضحنا ببداية الفقرة أن should استخدمها مع النصائح الإيجابية و should مع النصائح السلبية دعنا نشوف يقول لي clean your teeth تنظف أسنانك هاي تنظف الأسنان إيجابية لو سلبية استاذ إيجابية إذا إيجابية تخليلها should you should clean your teeth three times a day عليك أن تنظف أسنانك ثلاث مرات في اليوم ليش استخدمنا should استاذ لأن نصيحة إيجابية هذا ما يخص موضوع أعطاء النصائح الآن نرجع للفقرة مثل ما وضحنا قبل دقائق نرجع للفقرة هذه الفقرة يقول لي أنطيني نصائح لهؤلاء الأشخاص you need to get fit عليك أن أو تحتاج لأن تكون ذو لياقة you should take some exercise عليك أن تأخذ بعض التماري الرياضية هو وصل منطيني هذه النصيحة you are always tired أنت دائما تعبان شال النصيحة المناسبة له you should not go to bed late عليك أن لا تذهب للنوم متأخرا شوف هنا أنا أنا أعطي نصائح لأشخاص عندهم مشاكل معينة هذا الشخص الأول أن الشخص ما عنده لياقة شنو النصيحة اللي انطاهية you should take some exercise عليك أن تأخذ بعض التماري الرياضية you are always tired أنت شخص تعبان دائما دائما تشعر بالتعب شنو النصيحة المناسبة له you should not go to bed late عليك أن لا تذهبي للنوم متأخرا نعم من وقت على ما تقعدم صح صح أو تقدر تكون متعبان دائما وراها يقول لي which of the people do you think is fit أي هؤلاء الأشخاص تعتقد أنه صحي أو ذو لياقة زيت شي يقول they won't let me play ما يخلونا لعبوا إياهم I get tired quickly لأن أنا أتعب بسرعة شو تتوقع هذا الشخص فت ذو لياقة أكيد لا إذن مو الشخص الأول شخص الثاني اللي هي سانا I watch TV all the time أنا أشاهد التلفاز طوال الوقت هذا الشخص ذو لياقة أكيد لا الشخص اللي تابع التلفزيون هو ما عنده لياقة I love running أنا أحب الركض هذا الشخص ذو لياقة نعم Hannah is fit أنا شخص ذو لياقة Younes I love my car أنا أحب سيارتي I drive everywhere أنا أقود لكل مكان أقود السيارة لكل مكان هذا شخص ذو لياقة أكيد لا الشخص اللي قاضيها فقط بالسيارة هذا ما رح يكون ذو لياقة لأن مده يتمشي ولا ده يركض فحالة هذه الشخصية لتباوع التلفزيون طوال الوقت إذن هذه ما يخص الفقرة الثانية تعرفنا عليها تعرفنا على موضوع أعطاء النصائح الآن ننتقل إلى تمرير رقم الثنيا يقول لي complete the sentences to give advice to the people in your student's book أكمل هذه الجمل لإعطاء نصائح للأشخاص في كتاب الطالب هسا سانا قبل شوية أشغلنا تباوع التلفزيون طوال الوقت فأقول هسانا ما عليك أن تلعب الألعاب على موضوع تلهيش عن التلفزيون وتكون فتش صحي لك بالنسبة للزيد زيد اللي ما يخلوه يلعبوا أقول له زيد يو شود فراغ اكسرسايز عليك أن مثلا أقول له take some exercise عليك أن تأخذ تمارين رياضية أو do exercise تفعل تمارين رياضية regularly بشكل منتظم and فراغ وفراغ لياقة ما هي الكلمة المناسبة للفراغ كلمة get عليك أن تصبح أن تحصل على لياقة خاصة بجسمك وبالنسبة ليونس يونس اللي يقول سيارته أقول له you shouldn't drive everywhere عليك أن لا تقود في كل مكان لا تقود أو لا تسوق سيارتك لكل مكان you should عليك أن مثلا أقول له walk عليك أن تتمشى بدلاً من أنت تروح بسيارتك لكل مكان بعض الأماكن تقدر تروح لها ماشي على المدى شوية تمارس الرياضة هذا ما يخص تمارين رقم 2 هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي ننتقل إلى تمارين رقم 3 write the sentences again using should or shouldn't اكتب الجمل مرة أخرى باستخدام should or shouldn't هذا التمرين مهم جداً 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 بالامتحان التحريري ركزوا إياي لأن متعلق بموضوع النصائح الـ advice يجيب لي أحد هذه الجمل ويقول لي بين قوسياً advice سوي لي نصيحة لهذه الجملة أجي شن الجملة الأولى يقول لي don't let children play with matches لا تدع الأطفال يلعبون بأعواد الثقاب لا تدع الأطفال يلعبون بأعواد الثقاب ثانياً use zebra crossing when you cross the road بدأت الجمل بـ use فعل مجرد إذن أخلي you should عليك أن تستخدم the zebra crossing خطوط العبور عندما تعبر الطريق أصبحت جملة نصيحة never cycle on the wrong side of the road يقول لي أبداً لا تقود دراجتك الهوائية على الجانب الخاطئ من الطريق نحن نسمي wrong side هي أصلاً هاي الكلمة أصلها إنجليزي wrong side هو الجانب الخاطئ فاش أقول له بما أنه بدأت بـ never never تنحذف وأخلي ببدالها you shouldn't عليك أن لا وزاداً الفعل مجرد cycle عليك أن لا تقود دراجتك الهوائية on the wrong side of the road على جانب الخاطئ من الشارع keep medicines out of the reach of the children شوف هنا أنا بدأت الجملة بفعل إذن أقول له you should عليك أن زائداً الفين مجرد اللي هو شنوه keep عليك أن تحافظ أو تبقي medicine out of the reach of children الأدوية تبقي الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال هذا ما يخص تمرين رقم 2 ممكن أن أطلع لكم الحلول بشكل واضح أكثر خاف الخط مالتي ما واضح هذه الحلول أمامكم هذا التمرين مهم جداً حاولت نقلوها بالكتاب وتجرون على هذا التمرين تمرين مهم جداً بالمتحان التحريقي متعلق بسؤال القواعد تحديداً عن الموضوع إعطاء النصائح أما أدى موضوع آخر الآن ننتقل إلى اللي هو السؤال how often تجمعناها كم مرة أو كم بالعادة تسأل عن عدد المرات حدوث الفعل وتأتي مع زمن المضارع البسيط لذلك تكون قاعدته بالصيغة التالية ركزوا إياه هو سؤال إذن لازم نهايتها هذا ما يحتاج أوضحها بس للتذكير لازم تنتهي جملتها بعلامة السؤال how often معناها كم مرة أو كم بالعادة زائداً ما دو أو داز طلاب ركزوا يا شوية أستاذا شو كتخلي الدو و شو كتخلي الداز أرجعكم لموضوع سابقاً أخذتو بالأول متوسط وبالسادس ابتدائي المضارع البسيط شو كتخلي الداز مع الهي والشي والإتس يعني إذا كان تقريباً الفاعل مفرد و شو كتخلي الدو الدو أخلي هوية ذي والوي واليو والآي هذه الاستخدامات الدو يعني إذا كان هذا الفاعل اللي وراها هي أو شي أو إت أخلي داز و إذا كان هذا الفاعل اللي وراها ذي أو وي أو يو أو آي أخلي دو زائداً فعل مجرد زائداً تكمله شون يا أستاذ ما أفتهمت مثلاً أردس ألواحد شقد نظف أسنانه باليوم أقول له how often how often كم مرة أو كم بالعادة دو ليش خليت دو لأن الفاعل اللي إجا وراها شنو اليو how often do you clean your teeth كم مرة أو كم بالعادة الكلين فاعل مجرد تنظف أسنانك أردس ألواحد كم مرة يأخذ تمارين رياضية أو أقول how often كم مرة أو كم بالعادة داز ليش خليت داز لأن يجا وراها هي إذا لقيت هي أو شي أو إي تخلي داز how often does he take exercise كم مرة أو كم بالعادة يأخذ هذا الشخص تمارين رياضية عند تحويل الجملة إلى صيغة السؤال هي بالامتحان تجيب لي جملة مثبتة ويقول لي حول ليها إلى سؤال باستخدامها how often شنو الملاحظة تقول يقول يجب حذف العبارات التالية وظروف الزمان التي تأتي بعدها شنو العبارات اللي لازم أحذفها الـ everyday الـ once الـ twice الـ three times الـ always الـ sometimes الـ often الـ never الـ usually الـ آخرين هذني إذا شفتهم بالجملة ورد أحولها إلى سؤال باستخدامها ووفن هذني لازم ينحذفن هن وظروف الزمان اللي يجيوا وراهم شون يا أستاذ ظروف الزمان اللي يجيوا وراهم مثلا أنا أدي كلمة once once معناها مرة once كمثال a week مرة بالأسبوع الـ once والأويق كلها لازم تنحذف العبارة هذي أحذفها وظرف الزمان اللي يأتي بعدها ما أفتهم ستاذ شون يعني يعني كمثال قل لي بالامتحان أو جاب لي بالامتحان so how cooks طبعا هذي لازم هنا ناس so how cooks food twice a day question with how often شوف طلاب بما أنه قل لي حول لي هذه الجملة إلى سؤال باستخدام يا أداة how often يعني حافظ القاعدة مالتي هذي وين هالقاعدة مالتي شو تقول how often أنزل الhow often أمشي حسب القاعدة how often زايدا do lo does من هو الفاعل مالتي الفاعل سوها أقول does زايدا الفاعل منية سوها سوها تعتبر شيء تريدون أن تخللون شيء أو تريدون أن تخللون سوها بس ما يستروا تخللون اثنين عشان how often does سوها زايدا فعل مجرد نزلت الفاعل بعد الفعل المجرد الكوكس بها اس لازم أوخر الاس أقول لك كوك زايدا التكملة شنو التكملة أركز ويايا فود كوك فود زايدا التكملة التوايس أخليها لا أستاذ اتقلت لي التوايس تنحذف هي وظرف الزمان اللي يجي وراها إذا اللي هنا أنا وأنهي الجملة وخلي علامة السؤال how often does سوها كوك فود كم مرة أو كم بالعادة تطبخ سوها الطعام بعد نستاذ ما افتهمت مثال ثاني يقول لي they go to the park twice a week يذهبون إلى المتنزه مرتين بالاسبوع هما أنا قل لي question was how often اسأل سؤال أو سوي لي جملة استفهامية باستخدام how often شن القاعدة مال how often اتنزل how often هذه اللي how often زايدا do or does if they اشتاخد do or does اتاخد do do زايدا الفاعل شنوه they how often do they زايدا فعل مجرد شن الفعل مجرد الفعل go هو ينزل كما هو مجرد how often do they go زايدا التكملة to the park اللي سواج تسوي لها أحذفها هي وظرف الزمان اللي يجي وراها do they go to the park كم مرة أو كم بالعادة هم يذهبون إلى المتنزه المثال الثالث والأخير فراس فراس goes to school everyday قال لي question with how often سوي السؤال باستخدام how often شو تقول القاعدة how often زايدا do or does يلا من يجاوبني هذه الجملة استخدميها do or does استاذ الفاعل multi فراس فراس اش اخلي له فراس يعتبر he how often does how often فراس أو does he كيفكم الفاعل فراس تقدر الشي الفراس تخلي بمكانه he باعتباره تعوضني عن فراس how often does فراس زايدا الفعل مجرد goes بها اس الشخص الثالث لازم احذفها go لان هو قلب القاعدة يقول الفعل مجرد لازم يكون how often does فراس go to school ركزوا ايا every day احذفها ليش لان احنا قلنا هاي العبارات تنحذف عند تحويل الجملة لسؤال how long how often does فراس go to school كم مرة او كم بالعادة يذهب فراس الى المدعسة هذا ما يخص السؤال how long هي هاي الصيغة اللي ممكن تجيكم بها بالامتحان ركزوا عليها اكتبوا ملاحظاتها بالدفتر لانها مهمة جدا بالامتحان بسؤال القواعد بسؤال how long قال لي ملاحظة نستخدم العبارات التالية للاجابة على السؤال زين السحنة شنو احنا انطاني جواب سويت السؤال اذا بالعكس اذا بالعكس انطاني السؤال ويقول لي جاوبني عن هذا السؤال اشلون اجاوبة اجاوبة باستخدام احد هذه العبارات نفسية للعبارات اللي حدفناها قبل شوية اللي هي every day twice مثلا يعني مثلا انا هي مو صغة بالامتحان وانما شن الفكرة من هذا قال لي كم مرة سوها تطبخ الطعام كم مرة سوها تطبخ الطعام هو كاتب لي كاتب لي كاتب لي twice a day مرتين باليوم تطبخ الطعام قال لي كم مرة يرحون المتنزه يقول لي مرتين بالاسبوع وهكذا اذا اجاوب على السؤال باستخدام احد هذه العبارات اذا مجرد ملاحظة اضافية اما باقي الشرح هو صيغة اللي ممكن تجد بها بالامتحان بسؤال القواعد ننتقل الى التمرين الرقم 4 يقول لي ask and answer اسأل واجب الطالب الاول يسأل ask your partner questions اسأل زميلك اسئلة below هذه الاسئلة اسفل التمرين and write short answers واكتب اجابات قصيرة students 2 الطالب الثاني answer the question honestly الطالب الثاني لازم يجاوب هذه الاسئلة بصراحة تامة ويقول لي اجابة بhow often نحن ذكرناها على شكل ملاحظة اجابة بhow often باستخدام هذه العبارات يعني مثلا سألت زميلي او خلنا نعكسها زميلي سألني قال لي how often do you exercise كم مرة تتمرن انا لازم اجابة على هذا السؤال بصدق ما اعترض ان انا اتمرن مرة بالاسبوع اقول له once a week مرة في الاسبوع شوفاني سألني سؤال بhow often جاوبته باستخدام احد هذه العبارات التي ذكرناها قبل دقيقة قال لي do you play games هل تلعب الالعاب مثلا اقول له yes i do which games قال لي انا لعب كرة القدم انا لعب كرة القدم اغلب العراقيين يحبون كرة القدم how often كم مرة او كم بالعادة تلعب كرة القدم اقول له كمثال where i always play i always play football how often كم مرة كم مرة او كم بالعادة نفترض ان نجاوب ناب نعم كم مرة تتمشى اقول له sometimes بعض الاحيان وهكذا for how long لمدة كم اش قد تظل تتمشى كمثال اقول له for 30 minutes لمدة 30 دقيقة وهكذا وراح يقول لنا اتبادل الادوار التسويل سئلك والتجاوبته انت سئله على ما هو يجاوبك على هذه الاسئلة هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم اخذنا بموضوعين قواعديات مهمات جدا اللي هي موضوع اعطاء النصائح وموضوع السؤال بها شرحناهن وضحنا مفرداتهم وضحنا شون تجينا بالامتحان شون نقدر نجاوب عنهن وكذلك اخذنا قطعة مثل ما وضحنا بداية الدرس هذه القطعة بعض الاساساتي تطلبوها كقطعة مطلوبة بالامتحان التحريري اذا طلبوها من عندكم الاسئلة كانت امامكم تمنى الرقم واحد والعجوب بموالتها لازم تحفظوها واذا ما طلبوها مجرد كانت الاسئلة عبارة عن نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو اي سؤال او السفسارة اوضافة تحبون تقدموها تقدموا تواصلوا معي الاحسابات الموجودة منكم على الشاشة